يواصل معبر قسطل البري فتح أبوابه لاستقبال الأشقاء السودانيين يأتي ذلك تنفيذة لتوجيهة رئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين في هذه الأزمة باتت هذه البوابة طوق النجاة التي يلجأ إليها السودانيون على مدار أكثر من خمسين يوما منذ بدء الاشتباكات في السودان معبر قسطل البري الواقع على الحدود المصرية السودانية فتح أبوابه لاستقبال الأشقاء السودانيين الذين وجدوا من هذه الأرض ملاذا آمنا يعبرون من خلاله لحياة جديدة بكل تأكيد الجميع لما يحدث في الخرطوم هذه الأيام منذ أكثر من خمسين يوم أوضع مأساوية اشتباكات مستمرة برغم الهدن لم تجد هذه السيدة العجوز من يأخذ بيدها عبر هذا الكرسي إلا مصري ولم يجد هذا الطفل ابتسامته إلا بمجرد وصوله لأرض مصرية فهنا مساحة آمنة تقدم فيها مصر خدماتها الصحية واللذائية لتخفف عن الوافدين الآثار الناجمة عن هذه الرحلة في هذا التقس الحار لتكون مصر حكومة وشعبا للسودان عونا وسندا بنشكر دولة مصر الشغيغة والشعب المصري على وقفته معنا والحكومة المصرية على وقفته مع الشعب السوداني هنا فريق طبي متكامل عبارة عن أطباء من خاصات مختلفة وتمريد محترف وسيدلي وسيدلي متكامل فيها معظم الأدوية التي يحتاجها العابرين خلال المعبر من وإلى السودان لم تتوقف مصر عن تقديم خدماتها للوافدين السودانيين حتى في المجال الرياضي فالمعبر استقبل بعثة المنتخب الأولمبي السوداني الذي سيخوض بعض المعسكرات التدريبية على الملاعب المصرية تمهيدا لمشاركته في دورة الألعاب العربية في الجزائر يوليو المقبل يحيي الأخوان والأشغال المصريين على حسن الضياف والاستقبال وساعة صدره طبعا للحداث الحاصلة في السودان وربنا إن شاء الله يجع الخير لكل السودانيين إن شاء الله ويعيد الاستغرار والأمن للسودان إن شاء الله جهود متواصلة لاستقبال الوافدين السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين واستحركت تجارية متبادلة بين البلدين تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين في هذه الأزمة يقال إن الأزمات تظهر معادن الرجال وهنا نزيد تظهر معادن الأشقاء فعند الشدائد تطلبهم في الحال تلقاهم ويحملون لك الخير أينما رحلت فهنا مصر الأصالة والتاريخ والتي لن تألو جهدا في دعم ومساندة أشقائها حتى تتحول المحنة لمنحة بها عودة آمنة لوطن آمن من معبري قسطل البري محمود جميل التلفزيون المصري